اشهد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حمدان بفوز مملكة البحرين بأربع فئات من جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في نسختها الثانية عشرة والتي عقدت تحت شعار تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي مؤكدا أن هذا الفوز يأتي تأكيدا على تميز الشباب البحريني وقدراته على إثبات وجوده وكفاءته في العديد من المجالات وبهذه المناسبة هنأ سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الشباب الفائزين والمنظمات الأهلية الفائزة والذي يعتبر دليلا على اهتمام مملكة البحرين بفئة الشباب وذلك في ظل الاهتمام والدعم اللامحدود الذي يليه جلالة الملك المفدى لقطاع الشباب باعتباره القطاع الأكبر في المملكة منوها في هذا السياق بما يليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم ومساندة لقطاع الشباب وفتح المجال أمامهم لبلوغ آمالهم وطموحاتهم وتقدم أحميدان بالشكر إلى مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وجامعة الدول العربية لرعايتهما ومتابعتهما الحثيثة للحراك الشبابي في الوطن العربي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر